موسيقى تعتبر منطقة سيدون واحدة من أعرق البناطق والأسواق بمحلية الدامر وولاية نهر النيل وذلك نسبة لغنى المنطقة وثرائها بالثروة الحيوانية والمراعي وتنوع وتعدد وتداخل قبائلها الممتدة حتى ولايات شرق السودان نحن في هذه المدينة المعروفة على طفتي نهر أطبرة وهي يمكن في جزء الشرقي لولاية نهر النيل ونحن الآن في سوقها العريق الذي أسس منذ العام 1938 وهو منذ هذا التاريخ يعمل عملا دؤوبا في كل المجالات الاقتصادية وكما هو معلوم سيدون وبهذا التاريخ الكبير بها حركة اقتصادية بحتة نراها الآن وكما رأيتم السوق وحركته في كل المحاصيل وكذلك في السروة الحيوانية في كل أنواعها سواء كان في الضان أو الماعز أو الألبل الآن نحن في سوق الألبل وهذا السوق سوق عريق ويعد السيف أحد أهم أدوات وآلات وألوان التراث والفلكلور الشعبي بالمنطقة موسيقى 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 سوق والسيف بسيدون فضلا عن كونه سلاحا ماضيا وحاسما في النائبات يمثل أداة من أدوات الحكم والسلطان والولاية والسولجان السيف يعد لوم من ألوات ثقافتنا المادية وهو من أهم الأدوات التراسية عندنا في السودان فالسيف عندنا من أدوات الحكم والولاية استعملوا الملوك واستعمله الأولية والمتصوفة ومن هنا بنلقى للسيف البعد التراسي الفاعل ولا ذال القبائل في السودان تتمسك بهذا السيف فالسيف يعد عند الملوك من أدوات الأبهة والغوة وإشارة للنصر وعند المتصوفة إشارة للجهاد وذلك اختداء بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وظلت منطقة سيدون ملتقا تاريخيا وجغرافيا ومركزا تجاريا واقتصاديا رائجا لمختلف قبائل شرق السودان بغض النظر عن الحدود التي تفصل الولايات لذا فإن تاريخ دخول السيف لسيدون ارتبط بتاريخ وجود هذه القبائل منذ القدم حسب وجهة نظر البعض هذا السيف الموجود والمعروف لدينا يمكن تاريخه تاريخ قديم منذ قيام الثورة المهدية منذ قيام الثورة المهدية في هذه المنطقة السيف كان لهو أثر نفسي في نفوس كل مواطني هذه المنطقة للعلم لا بد أن يكون هذا السيف موجود في أي بيت من بيوت هذه المنطقة ليه لأنه نحن نحسبه يعني سلاح سلاحنا الوحيد اللي بنحتمد عليه في حياتنا هو السيف لأنه آبائنا وأجدادنا يعني بهذا السيف يعني شاركوا في فتح الخرطوم ودحر المستعمر بهذا السيف السيف الآن نحن بنتعامله في كل المواغع أي إنسان إذا كان ده يتحرك للخلع طواله بيحمل هذا السيف ويكون مؤمن نفسه بهذا السيف لكل المخاطر اللي بتجي في الخلع وعلما بأن السيف بيكون موجود في البيت ويكون متوارس جدا إلى جد حتى يعني اللبو إذا كبر خلاص نشوفه الأخ الأكبر وهو بيحمل هذه الرأية ومن ثم يأتي بعده ويأتي بعده حتى إن شاء الله يعني تغوم الساعة نحن نتوارس هذا السيف لحبنا في هذا السيف ولتعاقدنا في هذا السيف بأنه هو حمايتنا الأولى والأخيرة كثيرون هم من يجيدون صناعة السيف من الحدادين المهرى بسوق سيدون من مختلف القبائل تميزوا بتطويع الحديد وصناعة السيف منه وتجديد هيبته إن فقدها أو تقادمت عليه السنون عندنا السيوف القار عندنا السيف السليماني عندنا السيف الدكري عندنا السيف بولور ومشار ثلاثة بحور برضو عندنا عدة السيوف بيجونا الناس عن السيوف برضو في سيوف الناس بدور السيف السليماني بناس بدور السيف الدكري في بدور السيف المحنوب ده حق الرشايدة ده برضو كلنا نستعمل السيوف عندنا عدة من السيوف برضو نشتغل هناك شغلتنا السيوف طبعا بنصنع بنجيب الريش يعني إذا نظام الريشة دي بنشق الريشة بنديه النار بنشقها على اثنين بنقطع منها سيف ندق السيف نفصله باللجنة ندون النار ولا تقتصر صناعة السيف بسيدون وحدادته على مهارة التطبيع والطرق والسقل بالنار بل هناك فنون النقش عليه وهي ما تميز كل سيف على الآخر حسب نوعه ومسمى السيف عندنا في السودان أنواع أربع أنواع عندنا السيف الدكري والكتري والكار والسيف السليماني وهذه السيوف تعرب البحر اللي فيها البحر هو اللي بحدد نوع السيف إذا مسكنا السيف العربي أو السليماني بنلقاه أربع بحور وإذا مسكنا الكار بنلقى بحر وارد وإذا مسكنا الدكري بنلقاه بحرين واردات من هنا بنلقى في السيوف اعتقاداً وحرزاً الناس استعملوا النقش بنلقى النقش على السيف من النقش اللي بنلقاه في السيف نقش اسم الجلالة وخاتم النبي سليمان وهذا حرز وبرضو بنلقى بعض النقش اللي بتورق قوة السيف كالأسد والعقرب والنقارة وتحتاج صناعة السيوف لقدرة عالية عندما يمتهنون صناعة تحدادته فهو يختلف عن بقية أدوات التراث الأخرى كالفأس والسكين وغيرها بل إن هناك في الجانب الآخر من سوق سيدون من اكتسبوا مهارة وفن وتصميم جفيره من جلد المحز ولاية نهر النيل عرفت على مر تاريخها سيوف شهيرة ارتبطت بزعماء ونظار القبائل والعمد والشيوخ ومنها ما أخذ طابع الأسطورة كسيف القدرة وسيف العشر لكل ذلك فإنه من الطبيعي أن يظل السيف موجودا وحاضرا في أدبيات التراث الشعبي بالسودان وولاية نهر النيل ورغم تقادم السنوات وتعاقب الأزمان إلا أن السيف لا زال موجودا وحاضرا بقوة في حياة أهل المنطقة لقبائلها متوارثا لدى الأجداد والآباء والأبناء أعصى الحكيم الشروق ولاية نهر النيل ترجمة نانسي قنقر